اشتركوا في القناة وعليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فإنه لمن دواعي سرورنا واعتزازنا أن نعبر لجلالتكم عن أخلص التهاني والتبركات بمناسبة احتفال البلاد بالذكرى السابعة عشرة لمثاق العمل الوطني الذي جاء تعبيرا صادقا عن رؤيتكم الحكيمة في نهج العمل الوطني لمسيرة الخير والازدهار التي تقودونها جلالتكم بكل الحكمة والاقتدار في بلدنا العزيز إن مملكة البحرين وبفضل رؤية جلالتكم الثاقبة قد خطت خطوات تاريخية مميزة وحققت في عهدكم الميمون المزيد من الإنجازات والمكتسبات التي يفخر ويعتز بها شعبكم النبيل المعطاء وأنه ليسعدنا في هذه المناسبة الوطنية المجيدة أن نؤكد عزمنا على مواصلة العمل بكل الجهد والإرادة لتحقيق تطلعاتكم نحو المزيد من التقدم والنماء داعين الله سبحانه وتعالى أن يحفظكم بعنايته ويشملكم بتوفيقه وأن يحقق على أيديكم وفي ظل قيادتكم الحكيمة ما يصب إليه شعبكم الوفي المحب لجلالتكم إنه سميع مجيب ودمتم في رعاية الله سالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء وقد بعث حضرة صاحب الجلال عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه برقية شكر جوابية إلى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر هذا نصها صاحب السمو الملكي العمل عزيز الأمير خليفة بن سلمان الخليفة حفظه الله رئيس الوزراء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بكل التقدير والاعتزاز تلقينا برقية سموكم المهنئة لنا بالذكرى السابعة عشرة لميثاق العمل الوطني ولقد كان ذلك يوما مميزا في تاريخ مسيرة شعبنا ومملكتنا العزيزة حيث أرسل ميثاق الأسس الثابتة المحققة لطموحات شعب البحرين العزيز في المزيد من الحرية والديمقراطية والتنمية الاقتصادية إننا نستحضر بالاعتزاز الدور الذي نهدتم به سموكم في تحقيق هذه الطموحات وكانت خبرتكم العميقة مصدرا من مصادر تفعيل ما جاء في الميثاق الوطني وفي الختام نبعث إلى سموكم أطيب التحيات وأصدق التمنيات بموفور الصحة والعافية ونسأل الله عز وجل أن يحيط سموكم بعنايته ويوفقكم إلى ما يحبه ويرضاه والله يحفظ سموكم ويرعاكم ودمتم سالمين حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين وتلقى حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعى برقية تهنئة من صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول رئيس مجلس الوزراء بمناسبة الذكرى السابعة عشرة لميثاق العمل الوطني هذا نصها سيدي حضرة صاحب الجلالة الوالد العزيز الملك حمد بن عيسى الخليفة حفظه الله ورعاه ملك مملكة البحرين المفدى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرفع لمقام جلالتكم السامي خالص التهاني والتبريكات بمناسبة الاحتفال بالذكرى السابعة عشرة لتصويت على ميثاق العمل الوطني هذه المناسبة الوطنية التي تمثل لحظة هامة في تاريخ البحرين الحديث أطلقتموها جلالتكم في مبادرة سباقة حظيت بالدعم والالتفاف الشعبي من أبناء مملكة البحرين الكرام في وقفة دلت على حس الوعي والمسؤولية الوطنية والإيمان بتوجيهات جلالتكم حفظكم الله ورعاكم والأقبال على النهج الذي أسستموه من أجل خير وصالح الوطن والمواطن وحاضر ومستقبل مملكتنا الغالية سيدي صاحب الجلالة إنما رسخه ميثاق العمل الوطني من مضامين ومبادئ شاملة سيظل منهجا يؤطر جميع البرامج والخطط الوطنية وستبقى نسبة التصويت على الميثاق 98.4% حاضرة برمزيتها ومدلولاتها في الذاكرة الوطنية لتبقى دائما في وجداننا إن المبادئ التي أكد عليها ميثاق العمل الوطني قد دعمت مكانة مملكة البحرين كبلد يواصل التجديد ومواكبة متطلبات التطوير المستمر وستبقى منطلقا لتعزيز الخطى الواضحة المعالم التي صاغتها الأسس الدستورية التي جسدت إرادة جلالتكم وشعبكم الكريم لتكون مملكة البحرين دولة المؤسسات والقانون والعمل الوطني المخلص بجميع مساراته وإنني يا سيدي صاحب الجلالة لأعاهد جلالتكم حفظكم الله ورعاكم على أن تكون هذه المناسبة دافعا نحو مواصلة جهود البناء والتنمية متمسكين بمبادئنا وقيمنا لتعزيز مسيرة النهضة المباركة التي تقودونها جلالتكم بكل حكمة واقتدار من أجل خير وازدهار مملكتنا العزيزة سائلني المولى عز وجل أن يحفظ جلالتكم ويديم عليكم موفور الصحة والسعادة ودمتم سيدي بعون الله سالمين موفقين ابنكم المخلص سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وقد بعث حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدة برقية شكر جوابية إلى صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء هذا نصهار صاحب السمو الملكي ابننا العزيز الأمير سلمان بن حمد الخليفة حفظه الله ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بكل الاعتزاز تلقينا برقية سموكم المهنئة لنا بالذكرى السابعة عشرة لمثاق العمل الوطني هذه الذكرى التي تعيد للأذهان يوما مميزا من أيام تاريخنا الحديث حيث تبلورت فيه خارطة الطريق للعمل المستقبلي بتوافق عميق من رؤى وتطلعات أبناء البحرين العزيزة حيث حدد هذا الميثاق مسيرة الوطن السياسية والاقتصادية والاجتماعية وإننا نتطلع إلى المزيد من هذه الإنجازات ونعتز بها ونطمح بأن تكون مملكتنا نموذجا راقيا في التعامل مع التحديات وتحقيق كل الآمال التي يتطلع لها شعبنا العزيز وليكون ذلك عدتنا وتعميق مسيرتنا الديمقراطية وإننا إذ نؤكد دور سموكم الريادي في المواصلة نحو ازدهار مملكتنا نتمنى لسموكم الصحة والعافية ودمتم سالمين والله يحفظكم والدكم حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين تلقى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء المواقر حفظه الله ورعى برقية تهنئة من صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد العلى ناب الأول رئيس مجلس الوزراء بمناسبة الذكرى السابعة عشرة لميثاق العمل الوطني هذا نصها صاحب السمو الملكي العام العزيز الوالد الأمير خليفة بن سلمان الخليفة حفظه الله رئيس مجلس الوزراء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرفع إلى سموكم خالص التهن والتبركات بمناسبة الذكرى السابعة عشر لميثاق العمل الوطني هذه المناسبة الوطنية العزيزة التي نستذكر فيها دعم سموكم العزيز للنهج الذي أرسى دعمه سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك الوالد حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله واختط به عنوانا للتقدم والزهار أساسه المواطن وبناء الوطن ونهضته التنموية الحديثة بما يحقق التطلعات المنشودة كما نفخر بالانجازات التي تحققت في ظل المسيرة الشاملة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة حفظه الله التي ارتكزت على مبادئ ميثاق العمل الوطني والمبادرات والرؤى التي انبثقت منه وضعة مصرحة الوطن والمواطن محورا وأولوية في مسارات الخطط والبرامج التنموية التي كانت لبصمة سموكم حفظكم الله ألا ترى البارزة فيما تم حصاده من إنجازات تضاف للمكتسبات المتحققة للوطن والمواطن في مختلف القطاعات ونسأل الله التوفيق لنا جميعا لمواصلة العطاء سيرا على نهج القائد جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه ختاما أسأل الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة الوطنية الغالية على سموكم وأنتم تنعمون بموفر الصحة والعافية والسعادة لمواصلة عطائكم الخير في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك الوالد حفظه الله ودمتم بعون الله سالمين موفقين ابنكم سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد العلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وقد بعث صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر برقية تهنيتين لصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد العلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء هذا نصها صاحب السمو الملكي الابن العزيز الأمير سلمان بن حمد الخليفة حفظه الله ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فلقد كان من دواعي سرورنا أن نطلع على برقية سموكم الكريمة المهنية لنا بمناسبة الاحتفال بالذكرى السابعة عشر لإقرار ميثاق العمل الوطني وإنه لا يطيب لنا في هذه المناسبة الوطنية العزيزة أن نعبر عن شكرنا لما تضمنته برقية سموكم من مشاعر وطنية نبيلة نعتز بها كثيرا مؤكدين تقديرنا لما تبدلونه سموكم من جهد مخلص وما تقدمونه من عطاء وطني إسهاما لما نسعى إليه جميعا من نهضة وتقدم ونماء لبلدنا العزيزة تعين المولى عز وجل أن يحفظت سموكم ويسبغ عليكم منفور الصحة والسعادة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء